من المواضيع المهمة في ديناميكية عمل المجموعات ما يعرف بتماسك الجماعة نتحدث فيه في هذه المحابرة وأولا نبدأ بتوضيح المفهوم بتماسك الجماعة يقصد بتماسك الجماعة درجة انجذاب أعضاء الجماعة إلى بعضهم البعض درجة انجذاب أعضاء الجماعة نحو بعضهم البعض في إطار الأنماط السلوكية المحددة من قبل الجماعة نفسها والجماعة المتماسكة هي التي تؤثر على أعضائها وتلزمهم بما تفرض عليهم من قيود إذن مقصود بتماثك الجماعة هو درجة انجذاب أعضاء الجماعة إلى بعضهم البعض ولكن هذا الانجذاب يكون في إطار الأنماط السلوكية هي الأنماط السلوكية المحددة من قبل الجماعة إذن تماسك الجماعة هو درجة انجذاب أعضاء الجماعة نحو بعضهم البعض ما هي العوامل المؤثرة في درجة تماسك الجماعة؟ أول هذه العوامل شعور الأفراد المكونين للجماعة بأهمية الأهداف المراد تحقيقها كل ما كانت هذا الشعور بهذه الأهمية عالي كل ما ذاد أو ذادت درجة التماسك كل ما شعر الأفراد بأهمية الأهداف التي تجمعهم كل ما كان هناك تماسك أكبر بين أعضائها كذلك من العوامل التي تؤثر بدرجة كبيرة جداً في تماسك الجماعة هي ما يعرف بحجم الجماعة وصغر حجم الجماعة يؤدي برضو إلى ذيادة درجة تماسكها بمعنى أنه كل ما كانت الجماعة صقيرة الحجم كل ما كان تماسكها أكبر والعكس كل ما كانت الجماعة كبيرة الحجم كل ما قل هذا التماسك أيضاً من العوامل المؤثرة في درجة التماسك الاتصالات أو الاتصال الدائم الاتصال الدائم بين أعضاء الجماعة يزيد من درجة تفاعل كل ما كان هناك اتصال مستمر بين أعضاء كل ما كانت الجماعة متماسكة والعكس صحيح لأن هذا الاتصال يهيي فرصة تواصل الأعضاء وفرصة تأثرهم باتجاهين سواء كانت الاتصالات من طرف أو سواء باتجاه طرف آخر أو العكس سواء كان من اتجاه الطرف الآخر باتجاه الطرف الأول وهذه الاتصالات من العوامل التي تؤثر في تماسك الجماعة رابعاً العوامل البيئية العوامل البيئية لها تأثير على تفكك الجماعة ولها تأثير على تماسكها يعني يمكن أن يضعف الجماعة ويمكن أن يزيد من هذا التماسك مميزات الجماعة المتماسكة جماعة متماسكة تمتاز بالمميزات التالية أو الخصائص التالية أولاً تقارب المستويات يقوي العلاقات الاجتماعية ويزيل التوتر وهذا يؤدي إلى بقاء الجماعة معاً لفترة طويلة وبقاء الجماعة معاً لفترة طويلة من العوامل التي تؤدي إلى زيادة درجة التماسك كلما كان الجماعة لها فترة مع بعضها مثل فريق قرة القدم عندما يكون اللاعبين يلعبون مع بعضهم فترة طويلة نجد أن هناك انسجام بينهم وهذا يؤدي إلى زيادة درجة التماسك بين أعضاها كذلك القدرة على ممارسة الضغوط على الأعضاء غير الملتزمين الجماعة المتماسكة تستطيع أن تؤثر على جميع أعضاها خاصة الغير ملتزمين لأن الجماعة متماسكة فهذا ينعكس على درجة التأثير أو الضغوط التي يمكن أن تمارس على الأعضاء غير الملتزمين لكي يسيروا وفق الخطة أو وفق الطريق المرسوم من بقية أعضاء المجموعة كذلك تتميز الجماعة المتماسكة ومن خصائصها الاتصالات المكثفة بين أعضائها هناك درجة كبيرة من التواصل بين أعضاء الجماعة المتماثكة وكذلك نقول أن من مميزات الجماعة المتماسكة القدرة على إلزام أعضائها بأنماط سلوكية معينة وهذا شيء طبيعي هذه خاصية أساسية من خصائص الجماعة المتماسكة أنه يقل درجة التباين في الاتجاهات والقيم والميول والرغبات إلى غير ذلك كذلك ذيادة التماسك بين الجماعات الصغيرة يكون أكثر من الجماعات الكبيرة هذه قمنا بتوضيحها وكذلك الحاجة للجماعة يزيد من درجة التماسكة كلما كانت الجماعة متماسكة كلما كان هناك حاجة للجماعة كلما كان التماسك أكبر وأيضا من خصائص الجماعة أن الجماعة المتماسكة يقل فيها الصراع لذلك نقول أن الصراع بين الأعضاء يضعف التماسك وبالتالي نقول أن كلما كانت الجماعة متماسكة كلما قل الصراع بين أعضائها أو كلما قل تأثير ذلك الصراع لأنه هناك نوع من الانسجام والتلاحم والتجانس بين أعضائها والتنافس بين أعضاء الجماعة المتماسكة يدفعهم إلى العمل جميعا والتعاون مع بعضهم البعض من أجل إثبات الوجود أمام بقية الجماعات الأخرى وأخيرا نتحدث عن أثر الجماعة المتماسكة على الإنتاجية ونقول أن الجماعة المتماسكة يكون أعضاؤها أكثر تماسكا وهذا يؤثر إيجابا على إنتاجيتهم وتقل في الجماعة المتماسكة نسبة القياب وترك العمل أو تكون منخفضة كلما كانت الجماعة متماسكة والتنافس بين الجماعات المتماسكة ينصب على النفوس والقوة بدلا من تحقيق الأهداف ويؤثر هذا كله على الإنتاجية أو إنتاجية العاملين وبالتالي يؤثر كذلك اتباع النمط أو توجه طاغات الجماعة المتماسكة إلى رفع معدلات الإنتاج ودون أن توجهها نحو الصراع وإذا كان مصدر التماسك والحفاظ على العلاقات الشخصية عندها يكون تأثير هذا التماسك أو التماسك أقل تأثيرا على الإنتاجية طالما أن هدفه هو الحفاظ على العلاقات الشخصية ونقول كذلك أن التنافس بين الجماعات المتماسكة ينصب على نحو النفوذ والقوة بدلا من تحقيق الأهداف وكل ذلك يوضح تأثير الجماعة المتماسكة على الإنتاجية استودعكم الله إلى أن ألقاكم في محاضر قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته